وطني وثوري مناضل هكذا يصف أصدقاء قاسم سليمان رفقهم انتصرت الثورة الإسلامية فلم يتوانى عن الالتحاق بحرس الثورة في أولى بدايات تشكيله التحق بجباهات القتال في الحرب العراقية الإيرانية فذا عصيط أخبار الشاب العشريني واشتهر اسمه لكثرة العملية التي شارك وانتصر فيها أصيب مرات متعددة وتعرض للاغتيال إلا أنه نجى فلقب لاحقا بالشهيد الحي لكثرة الجراح والندبات في جسده وضعت الحرب أوزارها ولم يضع سليمان سلاحه أرضا فعاد بكتيبة ثار الله واحد وأربعين إلى محافظة كرمان وكافح تهرب المخدرات وأمن الحدود من الإرهابيين فوقع اختير المرشد الإيراني عليه لتسليمه مهمة قائد قوة قدس في حرس الثورة خلفا لأحمد وحيد عام 98 نجاحه وذكاؤه وتركم تجاربه وخبراته جعلته جميعها محطة اهتمام المرشد الإيراني عما سواه إلا أن علاقة الرجلين لم تكن علاقة المرؤوس برئيسه بل كانت رابطة ود واحترام عميقة تمناها وغبطه عليها معظم القادة العسكريين والسياسيين في إيران على حد سواء في العام 2011 جرت ترقية سليمان للرتبة لواء وفي العام 2019 منحه السيد خامناء وسام ذو الفقار وهو أعلى تكريم عسكري في إيران ليضاف إلى أوسمة متعددة أخرى منحه إياها المرشد لإنجازاته ونجاحاته رفع سليمان راية جهاد ضد إسرائيل وأمريكا ولم يتخلى عنها في محاربة الفقر والجهل والفساد في بلاده شارك بجنوده وما لديهم من إمكانات في خدمة القرناء صحيا ومعيشيا سخر سليمان كل طاقته لمساعدة المنكوبين من الزلازل فخضر زلزال مدينة بامة في محافظة كرمان وزلزال محافظة كرمان شاه أما أبناء محافظة خزستان فلا ينسون حضوره وأبو مهد المهندس بينهم وحجم مساعدته للناس في المناطق التي غامرتها السيول والأمطار لم يكن شهيد قاسم سليماني تابعا لتيار أو فئة معينة فكان فخرا للإيرانيين جميعا على اختلاف أعراقهم ودياناتهم وتياراتهم السياسية والفكرية رجل أثبتت مراسم تشيعه أنه تخط كل الاعتبارات فنال بحق لقب سيد القلوب في إيران ملك عابدة طهران الميادين